للاطلاع على الخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة في مؤسسة الضمان الاجتماعي وآخر مستجداتها قامت اللجنة الإدارية في مجلس النواب بزيارة للمؤسسة تم من خلالها طرح العديد من الاقتراحات والمطالب بالإضافة إلى بعض التساؤلات حول استثمارات أموال الضمان اليوم كان شرف الالتقاء كلجنة إدارية في دارة المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي هذه المؤسسة الحيوية الهامة التي تمس كل بيت من بيوت الأردنيين طرحنا كثير من المواضيع الرئيسية مثل العمل على رفع الحد الأدنى للغواتب التقاودية وبمعيته وبالمقابل رفع الحد الأدنى للأجور سنعمل على هذا المجال بإذن الله تعالى بمعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤسسة من حيث المبدأة لا يوجد أي مشكلة لكن هذه يترتب عليها تبعات مع مؤسسات أخرى مؤسسات عامة أخرى وسنأتابع هذا الموضوع طرحنا موضوع الدراسة الاكتوارية التي يتبنىها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طمنا عطوفة المدير العام بأن الوضع أموال الضمان الاجتماعي مطمئنة والرواتب التقاودية لا خوف عليها بالعكس الأمور حتى على المدى المتوسط كما تحدثت عطوفة المدير العام على المدى المتوسط والمدى البعيد لا يوجد هناك أي مشكلة فالشياء مطمئنة والدراسات العلمية موجودة أموال الضمان الاجتماعي بأمان الشارع تعالى وبخير طرحنا موضوع الاستثمار في أموال الضمان الاجتماعي هناك صندوق الاستثمار التابع لضمان الاجتماعي أو المتعلق بضمان الاجتماعي هو متخصص في دارة أموال الضمان الاجتماعي وسنتواصل معهم أيضا للإطمانة في هذا الجانب وبدورها رحبت مؤسسة الضمان بهذه الزيارة الهادفة والتي تسعى لخدمة المجتمع من خلال وضع الخطط الاستراتيجية التي تتضمن رؤيتها نحو ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية المستدامة للمواطن تم طرح العديد من المواضيع والقضايا المؤسسة كان لها وجهة نظر في هذه المواضيع تم اتفاق على جدوى الاعمال للترتيب للقاءات مقبلة لمناقشة المواضيع وكان في عنا كمان حطينا الاصحاب السعادة بتصور عن توجهات استراتيجية المؤسسة في المرحلة القادمة المعظمين ستكون في تحسين خدمات تبسيط اجراءات العام الحالي سيكون عالم يشهد في نقلة نوعية في نوعية الخدمات المقدمة للمؤمنين والمتقاعدين ووضع المال للمؤسسة كان في عليه استفسار الحمد لله وضعنا مريح في المدى المتوسط البعيد الحوار مستمر سيكون ان شاء الله واحنا استعداد لتعاون تام مع اصحاب السعادة المجلس النوع وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والتساؤلات التي طرحا اعضاء اللجنة الادارية النيابية واجاب عليها عدد من المدراء المعنيين في المؤسسة بكل شفافية ووضوح وسامة بليبلي الحقيقة الدولية